يعد تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واجبا وطنيا من منطلق حماية الفرد لنفسه ومجتمعه وفي هذا الإطار تأتي عملية الانضباط خلال توزيع الوجبات الغذائية على أفراد العمالة الوافدة تؤكد المحافظات وبالتعاون مع مديريات الشرطة على المضي قدما في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني والتي تشهد نموا متزايدا ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا في هذا الإطار تتم عملية توزيع الوجبات الغذائية على أفراد العمالة الوافدة والذين تأثروا بتداعيات أزمة كورونا وهي العملية التي تسم بانضباط تام وبأعلى درجات التقيد بالإجراءات الاحترازية استطعنا أن نوزع أكثر 250 ألف وجبة غذائية في شهر الكريم على العمالة الوافدة وأيضا على المواطنين ونحن اليوم نأكد تسليم عدد 20 من الجمعيات الخيرية نوزع عليهم ما يقارب ألفين وجبة وهذه بداية تجربة لتأكيد خاصية التباعد الاجتماعي والاحتراز وفي نفس الوقت هذه قيمنا ومبادئنا التي تربينا عليها في هذا الشهر الكريم لتأكيد قيم ومحبة هذا الشعب وتلاحمة مع قيادة جالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه نحن نجينا اليوم نساعد المحافظة الشمالية وشرطة المجتمع في توزيع الوجبات على الجمعيات الأخيرية نحن عادة نوزع وجبات يومية على العمال والمقيمين في هذا بلد المعطاء قبل البدء في العملية التوزيع نستخدم الكمامات الطبية والقفازات الطبية والتباعد الاجتماعي ما بيننا وما بين العمال الأجانب ومن المقرر أن تستمر عملية توزيع الوجبات تلك حتى نهاية شهر رمضان الكريم حيث تعكس بعدا إنسانيا وحضاريا مهما تتميز به مملكة البحرين منذ القدم